بحث وزير الداخلية محمود توفيق ونظيره البريطاني جامسر كليفرلي أولوها التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأسليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترق أكد وزير الداخلية حرص الدولة على تبادل الخبرات في مختلف المجالات الأمنية والتدريبية مع أجهزة الأمن البريطانية مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويد كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها في ظل التحديات الأمنية التي تفردها ومن جانبه أعرب الوزير البريطاني عن أهمية مصر ودورها المحوري في أفراقيا ومنطقة الشرق الأوسط مشيدا بالجهود التي تفذلها الداخلية في مدال مكفحة الإرهاب والجرائم المنظمة خاصة مكفحة الهجرة غير الشرعية وانعكسها الإدابية على الاستقرار في مصر ومحيطها الإقيمي ترجمة نانسي قنقر